أصر الإنسان الخير أو الشر قبل ما نبدأ في محاولنا الثانية نعم هذا سؤال مشهور فيما يسمى في الفلسفة السياسية وهو مثلا نظريات العقد الاجتماعي التي أسست عليها الدولة الحديثة تفترض أن الإنسان كان شرير فنظريات العقد الاجتماعي تقريبا تقوم على هذا الافتراض هناك طبعا اتجاهات داخل الفلسفة الحديثة تقول للإنسان أصل فيه الخير مثل فلسفة جانجاكروس وآخرين ولكن الصحيح يعني نفقا لنظرية الأخلاق حسب ما أفهم بالمنظور الديني أنه ليس هناك أصر أنه خير أو شرير وإنما هو مفطور على الخير ثم مترك له هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور الاختيار بعدين فالأصل نعم أن الفطرة ليست مفهوما ليست مثل الغريزة الفطرة ليست مفهوم جبري الفطرة لا تجبر الإنسان على شيء وإنما تدله تعطيه الإشارات وتهديه وهو صاحب القرار كما نقول أن العالم هذا مليء بالإشارات والعايات ونجوم هادية والإنسان هو يتخذ قراره فالإنسان في الأصل في فعله أنه ينبيع الإرادة فهو إنسان مريد وحر ويتخذ فبالتالي الأرجح أن يقال والله أعلم يعني أن الإنسان الأصل فيه أنه ليس له أصل في الخير أو الشر وإنما هو مفطور على قيم الخير وهذه الفطرة لا تقتضي جبراً وإنما تقتضي حرية أنه يختار وإلا لو قلنا أنه الأصل فيه أنه خير أو الشر تقريباً يضعف مفهوم الأخلاق لأن المفهوم الأخلاق يقوم على الإرادة والحرية فإذا كان هناك أصل ينشد إليه لم يعد يعني لقراره هو أو إرادته معنا فالصحيح أنه أن المسؤولية المكلف بها مبنية على أنه حر فلا تجد أخلاق بدون حرية وهذا المعنى موجود حتى عند الفلسفة الغربيين مثلاً يعني يعني يذكر أنا أو ربما يقول رأيي الفلسوف الأخلاقي المشهور الفلسوف الألماني كانت أنه يقول هذا أنه ليس أصل الإنسان يعني أنه خير أو شرير وإنما هو يتخذ يعني حر بإرادته لكن فترة الإنسان لا ريب أن المفهوم الفترة يدل على أن الإنسان كان حر وتدخل عد موضوع البيئة هذه تأتي عد عناصر أخرى يعني الآن مع تطور العلوم العلوم البيولوجية بدأوا يتحدثون عن هذه المفهوم الجيناتية سابقاً كان تطور العلوم الإنسانية في الحديث عن البيئة والمناخ هذه دائماً كانت موجودة يعني أثر العوامل الخارجية دائماً كان موجود في التفكير الأخلاقي قديماً كان يتحدثون عن الأخلاق عن المناخ والبيئة الموجودة في التأثير حتى عند المسلمين